لنقاش تطورات انتفاضة تشرين يحضروا معنا في ستوديو العراق اليوم الكاتب والباحثة السياسية دكتور فالح خطاب أهلا بكم مرحبا بكم يا أهلا دكتور كيف تقرأ التصريحات الأخيرة لعادل عبد المهدي والتي ربط فيها الخطة الدفاعية للقوات الأمنية بنقطة مهمة تتعلق بالاقتصاد المتعلق بأن هذه التظاهرات ساهمت في تخريب الاقتصاد العراقي أو خسائر للاقتصاد العراقي بسم الله الرحمن الرحيم عادل عبد المهدي حتى لو كان يحمل مسمى رئيس الزراء فهو آخر من يحق له أن يتكلم بهذا المنطق لأن هذا الشعب الذي خرج في هذه الانتفاضة وقدم هذا العدد من الشهداء والجرحى والمغيبين والمسجونين وسائر ما يجرع العراقيين لماذا خرج؟ خرج لأنه الثروة الوطنية لم تعد وطنية هذه الثروة بالمليارات والعراق بلد غني كما نعلم المواطن العراقي لا يشعر بها لا يعلم أين تذهب أنا أقول لك شيء تصدير النفط العراقي الآن يعادل ضعف ما كان يصدر قبل الاحتلال ومع ذلك لا توجد لا بنية تحتية ولا مستشفيات ولا فرص عمل ولا توظيف ولا مصانع ولا شيء أين تذهب هذه الثروة الذي يتباكى عليها الآن هو يعلم جيدا أين تذهب الثروة الضائعة الضائعة ليس الآن الحقيقة هذا الشعب عندما يوقف الآن تبديد الثروة إنما يوقفها كي يتدخرها للأجيال القادمة للجيل العراقي القادم لجيل المستقبل لبناء العراق ولكن عادل عبد المهدي يريد هو وشركاء في الجريمة سرقت هذه الأموال كما دأبوا على ذلك منذ 2003 هو يعلم عادل عبد المهدي بصفة وكيل العصابة ومنسق عمالها هو يعلم جيدا أين تذهب هذه الأموال تذهب إلى إيران في صافقات يعني نستورد بطيخ من إيران بالمليارات مثلا هذه أرقام ليست من عندي نستورد بندورة طماطم بالمليارات يعني فهذا آخر واحد يحقنا أن نتكلم لأن الناس ما خرجوا إلا دفاعا عن ثروتهم ووطنهم ويريدون عودة هذا الوطن بثرواته وبإمكاناته إلى أي مدى يمكن أن نقول اليوم بعد هذه التصريحات التي أظهر فيها عبد المهدي خشيته على مصالح اقتصادية بحتة بدل الحديث عن الشهداء والجرحى واستخدام القوة المفرطة ضدهم إلى أي مدى بإمكاننا أن نقول أن المتظاهرين نجحوا في اعتصامهم المدني ونجحوا في إضراضهم العام يعني هناك نقطة مهمة جدا عادل عبد المهدي وهو يتصرف بخبث الطبع أو خبث المنصب أو خبث التوجيه الذي يوجه له هو بالحقيقة يغازل الولايات المتحدة والدول الأوروبية فيما يتعلق بالنفط وكما نرى هذه المخلوقة اللي اسمها مندوبة الأمم المتحدة تحدثت عن النفط يعني ببساطة بسيطة قالت أنه حرام أن هذا النفط يعني يتوقف وكذا هذا كتبت هذه التغييدة وبالتالي هو يغازل الغرب بهذه القضية ويقول لهم ادعمونا تدخلوا وجوابا على السؤال نعم الثوار نجحوا في أنهم يلفتون انتباه العالم من خلال هذا العمل من خلال العصيان المدني من خلال إيقاف كل شيء في العراق يقول لهم نحن قادرون على أن نفعل الكثير اليوم كانت تولانك الكثير من المواقف الدولية حيال سلمية المتظاهرين وقمعهم من قبل الجهات الحكومية كان هناك موقف فرنسي موقف بريطاني وكذلك المندوبة الأممية جينين بلاسهارت غردت قبل قليل وردت على من اتهمها بالانحياز بأن الأمم المتحدة تقف مع الشعب العراقي ما مدى الصدق أو مصداقية مثل هذه المواقف أمميا أو دوليا يعني نحن نعلم ما يسمى هذا المجتمع الدولي العظيم نعلم عنه تاريخيا تاريخيا يعني ليس في التاريخ الماضي نعلم عنه طيلة سنوات عقود من الزمن عندما يقول كلمة وعندما يحارب دولة من الدول فإنه يتفنن في محاربتها عندما يقول أنها تضطهد لأن نحن نعلم أنه قضية حقوق الإنسان أصبحت مسيسة وقضية حقوق الإنسان أصبحت قضية دولية وقضية أمريكية بامتياز وهناك منسق لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفرنسا كل هذا الكلام يعني عندما يأتون إلى العراق الآن وهو ينزف نزفا شديدا بفعل سلاح حربي يوجه إلى متظاهرين عزل شباب فإننا لا نملك يعني إلا العجب لأنه لا يصدر من هذه الدول من هذا المجتمع الدولي من أمريكا راعية الموضوع كله إلا القلق والقلق الشديد وكأنه بانكيمون لم يذهب لا زال موجودا بقلقه المعروف وبالتالي يعني لا يوجد شيء نحن نريد أفعال الأفعال هي التي ترجم من خلال مقاطعة هذا الحكم من خلال تهديده بفعل أشياء معينة وهو كما قلنا في مناسبة سابقة العراق قبل الاحتلال عاقبوها أنواع العقوبات أنواع العقوبات بحجة حوق الإنسان لماذا الآن لا يحركون ساكنا باستثناء القلق ما يفيدنا القلق في ذلك القلق سيعيد الموتى إلى الحياة القلق سيعيد صب المهداوي إلى أهلها المخطوفين ماذا يفيد القلق هذا كل عبارة عن تسجيل مواقف لكي يقولوا نحن قلنا ويبقون رجل هنا ورجل هنا ولكن هي بالحقيقة إشارة أو ضوء أخضر أنه استمروا أنه المهم بسرعة قبل ما تحرجونه نعم الاستمرار أيضا هو اعتصام الشباب المتظاهر في الشوارع وتحديدا في الجسور ما مدى أهمية الجسور ورمزيتها كي يعتصم فيها المتظاهرون؟ الجسور حقيقة هي أول شيء رابطة بين بغداد تربط بغداد كارث ورصافة لكن نعلم جيدا أنها هي مداخل إلى الجانب الآخر إلى حيث المنطقة الخضراء كما تسمى وبالتالي عبور أصبح عبور الجسر يحمل رمزية خاصة خصوصا إذا علمنا أن هذا النظام ومنذ اليوم الأول انطلقت الحملة القمعية له من جسر الجمهورية الجسر الأقرب إلى المنطقة الخضراء وبدأ من هناك بدأت الهجمة المضادة على المتظاهرين وطبعا لكل فعرة فعل وطبعا المتظاهرين لا شك أنهم يحملون نية بالذهاب إلى المنطقة الخضراء ومجرد عبور الجسر يحمل رمزية خاصة فضلا عن أنه أحد الجسور اللي هو أظن السنك يوصل إلى السفارة الإيرانية وكر التجسس وكر الخيانة بالنسبة للعراقيين وبالتالي عبور هذه الجسور أصبحت مسألة رمزية وأصبحت قضية مغالبة يعني يعني قضية أنه البعض مثلا يرأى أنه هذه الجسور قد لا يكون فيها فائدة كبيرة ولكن هناك إسرار من قبل المتظاهرين ليس فقط العبور هذه الجسور للمنطقة الخضراء وليس مواصلة اتصال الكرخ بالرصافة والكقاء الناس هناك بعضهم ولكن يحمل رمزية لقضية أنه العبور كلمة العبور كلمة مهمة كما نعلم نعم الحديث أيضا عن هذه الانتهاكات الإنسانية نرى في الأيام القليلة الماضية تصاعدت سواء باختطاف الناشطين المصعفين قتل الأطباء وكذلك الإعلاميين لماذا هذا التصعيد على الناس الفاعلة على الأرض في ساحة التحرير وبقية الساحات سؤال يحمل الجواب الناس الفاعلة هم يعني يتوجهون إلى الفاعلين هناك أطباء هناك جهد طبي كبير يعني إحنا نرى الأطباء ماذا يفعلون الآن حقيقة عليهم جهد كبير جدا عليهم حمل وضخم جدا كبير جدا يعني يعملون عمل بل الأطباء حتى يعني لا يكتفون بمدارات الجرحة يعملون حتى في تنظيف الشوارع يعني نرى صور أشياء حقيقة غير مسبوقة شيء يعني شيء عجيب والصحفي الصحفي ينقل طبعا هذا النظام يريد أن يقمع لو تسنى له لو بيده لكان يستخدم الآن الطائرات والدبابات في قمع المتظاهرين في قمع الثوار ولكن هو يعني وقع بين أمرين يعني هو بالتالي هو هناك تدرج في استخدام العنف اليوم مثلا بدنا نسمع كثيرا عن إطلاق الرصاص الحي هذا لم يكن موجود قبل فترة كان هناك عبارة عن الرصاص المطاطي والحي الرصاص يعني الطلقات العادية نعم الحية الرصاص نعم الحية وبالتالي هناك تصعيد والتصعيد هذا متدرف طبعا وواضح أنه هم بنيتهم أن يصعدون بشكل لأنه أيضا الثورة في طريقها للتصاعد وفي طريقها إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الشعب العراقي ربما هذا الحديث يقودنا للتساؤل عن مستقبل هذه الانتفاضة التي تتسع نقول أصبحت تتسع أفقيا وعموديا أيضا بدأت الكثير من المحافظات الخروج رغم محاولات لقمعها تحديدا في الموصل ما مستقبل هذه الانتفاضة في الأيام المقبلة؟ مستقبل هذه الانتفاضة قد رسم منذ بدايتها منذ الآن مستقبلها كائنا ما يكون نتيجة القمع الدموي الشرس الذي تمارس هذا النظام المجرم مهما يكون نتيجته حتى لو جدلا تمكنوا من هذه الثورة ووأدوها بأي طريقة من الطرق بأي نوع من أنواع العنف لكن المبادئ التي عرستها الشعارات التي ثبتتها اللحمة الوطنية التي كرستها جمع العراقيين على قلب رجل واحد توجيه العراقيين كلهم من أجل استرداد الوطن الصيحة الواحدة التي نراها الآن شعار واحد لافتة واحدة تضامن الكبير والصغير الشيخ الأمر الرجل النقابات العمال يعني هذه حالة غير مسبوقة في العراق ثورة غير مسبوقة ومهما حدث كما قلت سوف لن ينهي جذوة هذه الثورة التي أصبحت في القلوب وأقول امتزجت بالدم كل هذه العوامل سوف تجعل من أي شيء يحدث لهذه الثورة شيء بالي ليس له قيمة لأنها تكرست في واقع العراقيين وأصبحت جزء من ضميرهم موجدانهم شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح خطاب كنت حاضرا معنا في ستوديو العراق اليوم شكرا جزيلا لكم